السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متسبيعي قناة أجهة المستقبل التعليمية فهذا الفيديو سنحاول نقدمه النموذج الأول من الامتحان الموحد في النشاط العلمي ووجه لتلاميذ سنة السادسة اعدادي التمرين الأول ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات في الجدول أسفله الهواء غير قابل للتقلص أو الانضغاط يشكل تنائي الأكسجين في الهواء نسبة 80% الهواء له شكل خاص وليس له قتلة تنائي الأزوز مكون من مكونات الهواء السؤال الثاني تتغير المادة في شكلها مما يؤدي اكتسابها لشكل آخر وهذا ما يسمى بالتغير الفيزيائي في حين التغير الكيميائي يؤدي اختفاء وظهور مواد جديدة لها خواص جديدة صنف التغيرات التالية إلى تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية انكسار الزجاج إذن هنا تغير فيزيائي تجمد الماء تغير فيزيائي احتراق الخشب تغير كيميائي صداء الحديد تغير كيميائي سؤال سلاته وغو باللغة الفرنسية خلالة عدم العديد من أغلقها للمالتزلي منتقضية كلمة منتقضية كاملة يكون وهذا كلمة عن طريقة منتقضية منتقضية وما نقوم بتحقيق حلقة القيام بحجاء وانه يوجد علي صاحب المقين ومنون بحجاء المنواق يقوم بحجاء المقين تطبيق العصة بالغازات ومنون بحجاء المقين يوجد تطبيق العصور يوجد رشال مشغل بسيطة مدينه بالقبل 4 محور طاني اجهرالي اجهرالي تقيد اجهرالي اجهر الوث انه نهجو شعبه نهجو لجهلی دي لطنه نهجو لحظه نهجو 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 أحيان بنية رو، لوي إذن تخشي برج joyful إذن اللي إسمان للمسيسوم نيروي ونوات نسيب الانسانسيب الدي اللي حواس مثل نزيل البدرس بشيء نواسيب الديم لدورة بشيء نعمل لوي نحنسيب الديم ونحن نحن 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 بلسانسيب الديم نحن 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 بلسانسيب الديم سؤال خمسة فور دخول عماد لمقصة في المدرسة اجتم رائحة القهوة بعدها رأى آلة صنع القهوة ثم توجه مباشرة اليها ليصنع لنفسه كوبا وبمجرد انتهاء الآلة قام بمسك الكوب ثم ازال يده بسرعة لكونها ساخنة جدا اقرأ الوضعية ثم اربط كل فعل بالبطاقة المناسبة اذا نرى عماد آلة صنع القهوة ازالة الياد بسرعة توجه عماد الى آلة صنع القهوة ثم اجتم عماد رائحة القهوة هنا حركة ارادية حركة لا ارادية حركة ارادية وحسسية شعورية اذا نقول البطاقة سنربطها بالجواب الصحيح اعتمادا على معارفك حول مرضى السمنى والانيميا يملأ الجدول اسفله المرض السمنى والانيميا اسبابه اعراضه طرق الوقاية منه سنرى السمنى وما هي اعراضها وكيفية الوقاية منها الانيميا اسبابها اعراضها طرق الوقاية منها المحور التاني تمثل الوثيقة جانبه تمثل الوثيقة جانبه وسط طبيعي غابوي اعتمادا على الوثيقة استخرج مكونة هذا الوسط الطبيعي يعني المكونات الاحيائية والمكونات غير الاحيائية اعتمادا على الصورة ثم اتمم سؤال رقم سبعة اتمم الخطاطة التالية بما يناسب من العبارات موضحا العلاقة الغدائية بين الكائنات الحاية في الوسط الطبيعي نباتات خضراء حيوانات لاحمة الطاقة الشمسية حيوانات عاشبة تؤكل من طرفي يعني هنا في الاسهم سنقول تؤكل من طرفي يعني ان الحيوانات العاشبة تؤكل من طرف الحيوانات اللاحمة والنباتات تؤكل من طرفي الحيوانات العاشبة والحيوانات العاشبة تؤكل من طرفي الحيوانات اللاحمة وعن الطاقة الشمسية سنضعها في الدائرة اذا بالنسبة للسؤال الثاني اذكر سلوكين للحفاظ على التوازن البيئي إذن كيف يمكننا أن نحافظ على التوازن البيئي؟ سنحاول نتقر جوجد السلوكات الضرورية للحفاظ على التوازن البيئي إذن هذا هو النموذج الأول من فرض النشاط العلمي وهذا الفرض موجه لسلامي السنة السادسة من التعليم الابتدائي للاستعداد للامتحان المحلي أو على صعيد المؤسسة ترجمة نانسي قنقر